السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة مدى رسالة مباشرة مدى رسالة أوزين لناس الخير رئيس إدارة بين حول الأفعال التي يقوم بها حبيد الراجل إجازات تدخل على الخط والتفاصيل مهمة وفي موضوع مهم جدا الرسالة التي أرسلها أوزين إلى مالك قناوات بينسبور التي تحدثت صورة داخل الإدارة بل أيضا داخل الزائر فما دفعت الزائر وسوف نرى ماذا قالت هذه الأبواق عن الرسالة وأيضا عن موضوعها قوليد الرجراغي وعلى المفاجأة من عيار التاقيد فما هي القصة قبل ما نبدأ الفيديو نطلب لكم تشاركوا في القناة والبارتاج ومع الإعجاب وشكرا لكم جميعا خلينا نبدأ بهذا الفاضيحة الكبيرة التي يقول أن الزائر قوة ضريبة تقرير أتا من البنك الدولي يفضح للزائر ويأكد متشار كبير للفقرة بالبلاد كشف تقرير البنك الدولي أن 40% من الزائريين يعملون بأقل من 6.85 دولار في اليوم أنها تقريبا 70 مشيرا إلى تحسين أنظمة الرئيسة الشمائية بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون له تأثير كبير على الفقر كما على البطالة بمنطقة تقرير البنك الدولي يؤكد فشل كبرانات الزائر على تدبير أزمة كوبيد 19 بحين أن المغرب الذي لا توفر على الفيتر والغاز تم كلمة الخروج من هذه الأزمة لأقل الخسائر بل خارج أقوى يواصل تطوير اقتصادي وخير الدليل على ذلك الشركات العالمية التي تفتح فرعها بمملكة أرقام البنك الدولي لتقوم بأن الزائر تقول بأن الزائر عاجزة تماما على النهوض بالأوضاع الاقتصادية بل لم تستطع البحث عن البدائي خلال كورونا اتصاص لدعياته ويضيف تقرير البنك الدولي ما حدث بالزائر عكس المغرب المغرب تحط القيادة الرشيدة لملك محمد السادس الذي تمكن من تخفيف الجائحة على المواطنين بفضل إطلاق جالاته للصندوق خاصة تدبير مواجهة واباء كورونا هذا الصندوق الذي أعطى جالات الملك محمد السادس تعليماته العاجلة لحداته وبشكل فوري أيام أزمة كورونا وبالتالي هذا الأمر جعل المغرب لا يتأثر بشكل كبير بالجائحة عكس دول الغاز والبترول وقوة ضاربة التي تؤكد أن كل التقارير بأن الفقر فيها ازداد انتشارا من البلاد بخلاصية التوجيع التي ينهجها كابرانات الحساب الشعب أعزل يطالب فقط بعيش كريم وإستفادة من خيرات البلاد التي تذهب لمهبين الريح وكذا تقرير الدولي أن الوضع بالجزائر يزداد سوءا خاصة بسبب الأزمات التي تعيش والجزائر مع الدول وبما أننا ركزنا على هذه الأزمات على سبيل المثال الأزمة التي افتعلتها الززائر مع أسبانيا بسبب أطروحة مشروخة أدت إلى كواليد حقيقية هذا الذي نراه طوابير جديدة ابتكار أنواع جديدة من الطوابير هو النجاح الوحيد الذي حققه النظام الزائري هذا ليس طابور من أجل حصول على كيس حليب أو زيل كما زرت العادة بل هو طابور أطيب الأسنان من أجل حصول على مواد تقدير بل سوقيف استرادها من إسبانيا بسبب الأزمة الأخيرة التي اندلعت بين الززائر وإسبانيا وهو الشغب الزائري الذي يدفع الثمن قرارات النظام أن تنقليب عليها وهذه هي النتائج وما زالت الززائر تتغنى بتمثال أو صنم الأمي عبد القادر وردا على هذا إنشاء أكبر تمثال بالعالم حول القواري للغاز وهذا الذي نراه يلخص ما يحدث بالبلاد وما يحدث باللجائر يحدث مثله بتونس فقيس سعيد اليوم يريد أن يتخلص من الأزامات التي تعيشها تونس بقرارات غريبة وكان آخرها فرد ضرائب كبيرة ضرائب خيالية على الأغنية أصدر قيس سعيد قرار يقضي بالزيادة بقيمة ضرائب فقط على الأغنية ودع قيس سعيد إلى فرد ضرائب إضافية على جميع الأغنياء في البلاد بدلا من رفع الدعم رابع المواد القذائية وقال قيس سعيد لا يجوز لأي وزير تصرف خارج السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية وجاء قرار رئيس سعيد بعدما حضرت وزير المالية سيهام ميصة من أن حدوث أي خلال باستداد القروض الخارجية سيؤدي إلى وقوع مشاكل بتسديد القروض الخارجية وإذا تعضر ذلك سيؤدي إلى إفلاس الدولة ولذلك قيس سعيد أصدر قرار هذا من أجل خلق توازن بتونس هذا التوازن حسب ما أتى عن قيس سعيد يتم فرد ضرائب على الأغنية لمساعدة الفقراء ووصف قيس سعيد أن هذا القرار يعتمد على العدل وحفز هذه كانت آخر إنجازات قيس سعيد وتبون ونحن نرى أن قيس سعيد أصبحت سياسته طبق الأصل عن ززائر وبعيدا عن هذه الكوارث التي رأيناها دعونا ننتقل إلى إنجازات حقيقية التي صورت حقيقة بالبيانات التحتية ميزانية ضخمة لتعبيد وإنجازات طرق سيارات جديدة نحن نتكلم عن المملكة المغربية الطريق السريع تيزنيت الحكومة تدخل مبلغ 310 مليون درهم بميزانية المشروع قرارة الحكومة أرفع ميزانية مخصصة لمشروع تهيئة طريق السريع الرابط ميزانية تيزنيت والدخلة 310 ملايين درهم إضافية وكانت تكلفة المشروع قد حديدت بـ 8.5 مليار درهم وبالتالي تم دخل مبلغ إضافية لهذا المشروع إشغال طريق إشراف على إشغال طريق الدائري لمدينة العيون على طول 7 كم بما فيها بناء جسر على ودي الساقية الحمراء طوله 1.9 متر كذلك الإشراف على إنجاج أشغال بناء منشأة فنية على ودي الساقية الحمراء في مدخل مدينة العيون ولا يسعني أن نقول إلا ما شاء الله على إنجازات المغربية وزاد التجهيز والنقل تستعيني إطلاق مشروع TGV في المدينتين هذا الخط الذي سوف يربط مراكش بالصويرة لمحاته الأولى أولويا قريبا وبينها المعلومات المتاحة تم إجراء نقل قطعة أرضية بجامعة السعادة بمراكش إلى الملك العام من أجل العامة والتحضير لوضع ممارتكة حديدية على مسابة تقدر بـ 300 كم كجزء من التجهيز لإنشاء الخط السريع القطاع الذي سيربط بين مراكش والصويرة ومن ثم يمتدون لمدينة أخرى ومع الإشارة تابق للشركة الصينية أنباشرت دراسة فائق السرعة TGV الذي سيربط مراكش وأقادير ويبلغ طوله حوالي 320 كم مرورا بمدينة الصويرة على الساحل الأطلسي فازل خط سكاكي لربط المدن المجاورة ويعاول خطات TGV في مراكش الصويرة على تأمين تأمويلات وذلك لتطلب اتكار حلول تمولية تأتمين على الشركة بين قطعين خاصة والعام مشاركة جامعة المحيطة بهذا المشروع الدخم وجامع أشياء تقول أن الصين داخل وزنها التقيل بهذا المشروع نعم نحن نتكلم عن طورة حقيقية بالبنية التحتية ومن هذه إنجازات الجميلة خلينا نتاقل إلى الموضوع آخر موهبة مغربية جديدة تنضم إلى أسود الأطلس فمن هي؟ نجحت الجامعة الملكة المغربية لكرة القدم بضم أمين الطيبة إلى المنتخب المغربي تحت 20 سنة وخولوا حاليا منافسة الدولي بتولود فرنسي إلى غير 18 يونيو الحالي وتلاحق جامعة المواهب صاعدة بالدوليات الأوروبية من أجل ضمها إلى مختلف فئات من خلية معركة شافية بأوروبا ما يبرزها لامين موهبة ببرشلونة إسباني ومنتخب إسباني تحت 17 سنة الذي أصبح أهم أولوية الاتحاد المغربي بالوقت نظرا لمهارات الفنية والبدانية التي يملكها هذا الشاب الصاعد وعن فوجع لم تنتي هنا هناك التواصل الآن مع خبثة لعيبين وذلك يضمهم أيضا إلى المنتخب المغربي خلال نهائيات بوطوات كات إفريقية المقبلة وبالتالي جامعة أرسلت أحد الشافية إلى إنجلترا من أجل إقناع موهبة من فارق إنجليزي عيسى ديوب بارتداء قاميس المنتخب المغربي بوطلات كأس أموم إفريقيا وما زالت رحلة عن الجواهر المغربية مستمرة طارت الجامعة تزفزف بها وترى الجواهر تأتي لوحدها نعم جديد للجامعة الملكية لللاعب مع الرقراغي أعلنت صحيفة سبور القطاروني أن لاعب كرة القدم موحى منحدة من أصول مغربية وحاصي على جنسية إسبانية أعربة عن رقباته الكبيرة بتمثيل منتخب المغربي وفق المصدر الإعلامية قام موحى البالغ من العام 23 عام والذي العام مع مركز خط وسط باتصاب الجامعة الملكية وعرض نفس الانضمام إلى منتخب المغربي الجديد بالذكر أن موحى يعتبره لاعبا أساسيا بفريق فرشلونة وفي عام 2019 موحى تلقى دعوة رسمية من جميع الملكية المغربية لانضمام لكنه رفض الدعوة بداية الوقت والآن مع زياد مهارات موحى وأيضا بعد إنجازات كبيرة لمنتخب المغربي أصبح يريد انضمام إلى كتيبة الرقراغي هو الرقراغي يزور مع أسكار الويداد ويقوم الدعوة معنوي تتويج باللقب إثيقي الرابع لهذا السبب الجامعة أصبح يريد انضمام لمتخب المغربي العائلة الواحدة زار مدر المتخب الوطني المغربي محمد الرقراغي وليد الرقراغي رفقة رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزيقجة وأسكار نادي الويداد بضاوي مركب محمد السادس في مدينة سلاق قبل مباراة إياب النهائي أمام الأهلي المصري يوم الأحد التقى الرقراغي مدرب الويداد وملاعب فريق الأحمر لتقديم الدعم المعنوي قبل مواجهة أحد مركب محمد الخامش بالدار بضاوي دع الرقراغي الويداد إلى قتاله وتقديم كلمة في وزعه من تحقيق اللقب الرابع لدور أبطال إفاقية لنادي الويداد والثاني على التوالي بعدما كان الرقراغي قد حقق الموسم الماضي اللقب الثالث مع الويداد نعم هذه هي الرياضة الموحدة إما أننا ذكرنا الرياضة الدراجي الذي تحول إلى فوق من أبواق الجنرالات ما هي آخر تطورات التي حدثت بعد رسالة أوزين يناصر الخليفة قد رأينا أن أوزين وجه الرسالة يناصر الخليفة يستنكر أفعال الدراجي وطالب ناصر الخليفي مودي قناة بين سبورت مواقف واضحة ضد تصرف الدراجي تجاه المغرب الرسالة لم تنضي عليها 24 ساعة بدأت أبواق الزائرية تخرج لتدافعنا عن أبواقها للدراجي وبدأت صحب الزائرية على ما يبدو أخذت تعليمات من تبون تصل الضوء على هذا الموضوع فماذا حدث؟ أن هناك حملة من قبل المغرب وذلك من أجل تشويه سمعة حافظ دراجي وأكد المصدر أن هناك حملة مغربية ضد إعلام وذكرت أن هذه الحملة تتزامن مع إنهاء قناة لزيرة قطرية لعقد عبد السامر ناصر والصحب الزائرية اليوم تبرر رسالة أزين لناصر خليفي بعد أن قامت الزيرة بفصل عبد السامر ناصر قاد حملة ممثلة منذ أكثر من عام ضد الدراجي والأمر الغريب والعجيب قالت هذه الأبواق أن المغرب يريد إبعاد دراجي بسبب كونه داعم لسوريا وهذا مطرح تساؤل ماذا يقول هذا الإعلام الزائري وكيف رابط الأحداث بين عبد السامر ناصر والدراجي وما علاقة سوريا بالدراجي وهذا يندل على كل شيء يدل على التخبط الكبير الذي تعيش في أبواق الزائر وخلطها بينها وبين الرياض يريدون اليوم استغلال رسالة أزين وجعلها أنها تضع علاقة مع سوريا وهذا ما يؤكد أن هذه الأبواق دائما تريد أن تفرق الأزامات وتفتعل المشاكل الرسالة واضحة موجهة لناصر الخليفي نريد موقف واضح منه على أفعال الدراجي أبواق الزائر تحول هذه الرسالة على أن المغرب يريد إبعاد دراجي بسبب دعمه لسوريا أمو غريب وعجيب من هنا تأكد أن الزائر يفعالها الغريبة والعجيبة والتناقل الكبير بين هذه التصرفات الصريحات التي قال أحمد عطاف منذ بضعة أيام فقط عندما كان الزائر تريد أن تترشح لعضوية داخل مسجل الأمن وعضوية غير دائمة عندما خرج عطاف لتكلم عن علاقات وأيضا أن الزائر تريد أن تنصر السلام واستقام بمنطقة حين هذا الاستقرار وين هذا السلام وين هذه الزائر تحيطنا بالعلاقة وهذا مؤكد أن لا يعنيها إلا مصالحها ولا يعنيها إلا أطرحتها المسروقة ودفعنا عن أبواق اليوم ونشرها كالمغلطات فقط من أجل تأييد دراجي يجعلنا نتأكد أن الدراجي أربوق المدلل لدى الكابرانات ومن هنا ليس أن نقول لا حول ولا قوات إلا بالله ونقول شكرا لكل واحد أصلم على نهاية الفيديو أتمنى إن شاء الله تكونوا استراتوا مع هذا الموضوع يخواني أخواتي وصلت لنهاية الفيديو